موسيقى 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 جدينا في كل مكان ساء الخير و أهلا بحضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهل الليلة و مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان الفوز 2-0 على سانداونز و إن شاء الله البقية تأتي في المباراة القادمة في بريتوريا مباراة مهمة جدا النادي الأهلي بينظر لها و المسؤولين في النادي و مجلس الإدارة الكل بيأخذ هذا اللقاء بمنتهى الجدية و يتم نقل هذه الجدية إلى الجهاز الفني و اللاعبين من خلال قرار بتولي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة رئاسة البعثة المتجهة إن شاء الله ساعة 11 و نص ليلا اليوم إلى جنوب أفريقيا من أجل أعلى درجة من التركيز وتحفيز اللاعبين تم الاتفاق على هذا القرار واتخذ القرار على أن يكون أفضل من يمثل البعثة رئيسا للبعثة في جنوب أفريقيا هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بقيمته الكبيرة مش بس كالمسؤول الأول أو أكبر مسؤول في مجلس إدارة النادي ولكن بحجم خبراته الكبيرة واللي ممكن يكون لكلماته في الأيام اللي هتسبق المباراة و خلال فترة الاستعدادات تأثير كبير جدا إن شاء الله على الجهاز الفني واللعبين اللي الكل بيثق في قدراتهم ولكن مطلوب منهم أنهم يؤدوا بأفضل شكل ممكن ويكون طاقتهم إن شاء الله أكتر من 100% 200 و 300% بإذن الله في هذا اللقاء مباراة مهمة المباراة الحمد لله فوزنا بها 2-0 كانت مباراة فاصلة في مشوارنا الأفريقي قدرنا نحصل منها على الهدف اللي أرادت تحقيقه النادي الأهلي الفوز بفارق هدفين عدم دخول مرمان أي أهداف أمور مهمة جدا إن شاء الله لو أخذنا الأمور بنفس الدرجة من الجدية وأفضل ربما نحسم هناك أيضا في بريتوريا في مباراة العودة أمام سانداونز الجنوب أفريقي الحمد لله إن الهدفين هو رصيد مطمئن حتى الآن ولكن الجماهير تحلم بالمزيد ولديها الثقة في إن لعبين لديهم المزيد من القدرات والمزيد من الطموح اللي دايما موجود عند جماهير وعند نجوم النادي الأهلي في الأجيال المتلاحقة والمتعاقبة الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا هذا القرار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي تقرر أن يتولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم الأحد لمواجهة سانداونز في إياب دور التمانية بدور رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم والمقرر لها إن شاء الله الثالثة عصرا يوم السبت المقبل زي ما قلنا لحضراتكم أن هذا القرار من أجل أكبر درجة ممكنة من التركيز والجدية والتحفيز للعبين ورفع الدوافع عند اللعبين وطموح الفوز إن شاء الله وتحقيق أو العودة بنتيجة إيجابية أيضا من مباراة العودة اللي هتقام السبت المقبل في جنوب أفريقيا وهذا القرار طبعا تم الاتفاق عليه ومن أجل تحقيق الهدف المنشود بتخطي عقب سانداونز والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الجهد الكبير اللي تم في النادي الأهلي خلال عام ويزيد قليلا عن عام عام وتقريبا شهرين خلال فترات الانتقالات التلاتة الماضية في فترة الانتقالات الشتوية ثم الصيفية في 2019 وفترة الانتقالات الشتوية اللي بدأنا بها هذا العام في يناير الماضي كان من خلالها تم التوصل إلى عناصر متميزة جدا بإجماع الأراء وإضافة وتغييرات كبيرة جدا في صفوف الفريق وما أطلق عليه في فترة سابقة إعادة هيكلة أو إعادة بناء فريق كرة القدم في النادي الأهلي النهاردة الجمهور شايف أن عندنا الدوافع عندنا العناصر المتميزة عندنا أكثر من بديل متميز في كل مركز ده اللي بنتمنى دايما يترجم إلى نتائج وأداء متميز جدا زي ما احنا شايفين في مشوارنا في بطولة الدوري الممتاز إن ده ينعكس كمان بالإيجاب على مشوار اللاعبين وأداءهم وحسمهم للمباريات الأكثر صعوبة للمتعقع نواجهها في الفترة الجاية سواء مباراة العودة في دور التمانية أو إن شاء الله في حال وفقنا في استكمال مشوارنا والفوز باللقب في لقاءات نصف النهائي ونهائي البطولة وقام الكابتن محمود الخطيب بإجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له من أجل استشارته في الأمور الطبية وإمكانية سفره إلى جنوب أفريقيا في ظل طبعا استمرار شعوره ببعض الألام أو المعاناة من بعض الألام في منطقة الظهر نظرا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج واللي بتصل إلى أو بتتجاوز الثمان ساعات بالإضافة إلى الوقت اللي بيحتاجه أيضا الفريق ورئيس البعثة والبعثة مكتملة للانتقال من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا اللي هتقام على أرضها المباراة ونصح الطبيب المعالج رئيس النادي الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة لتقليل آلام الظهر أو تقليل أي معاناة جراء متاعب السفر وطول فترة الرحلة على أن تذهب مبكرا بعدد كافي من الأيام مساء اليوم أو ليلا اليوم الأحد قبل المباراة بحوالي ست أيام من أجل توفير كل درجات أو أعلى درجات التركيز والمساحة الكافية من التعاود على الأجواء هناك في جنوب أفريقيا ودرجات الحرارة أو حالة الطقس وفي نفس الوقت التعاود على ملاعب التدريب وأجواء البلد بشكل عام وعملية الادابتيشن اللي بيحتاجها أي فريق أو التأقلم مع أجواء المباراة في الأيام القليلة اللي بتسبق أي لقاء مصيري لأي فريق كرة القدم على مستوى العالم بتتجه في الحادية الحادية عشر ونصف مساء اليوم الأحد البعثة متوجهة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ساندعونز يوم السبت المقبل ويبدأ تجمع بعثة الأهلي في مطار القاهرة في التاسع مساء اليوم استعدادا لرحلة جنوب أفريقيا وشايفين قدام حضراتكم طبعا متابعة الكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي وكل القائمين على الأمور مع مدير الكرة كابتن سيدة الحفيز مع فيلر المدير الفني ونجمنا نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لأجواء التدريبات والحديث عن أهمية هذا اللقاء وأن هذه المراحل هي المراحل الفاصلة أو الحاسمة إن شاء الله في البطولة وهي اللي ستدي دوافع أكتر كتير كل ما نقترب خطوة من التأهل إلى النهائي واللي بيكون فيه الدوافع في أفضل حالتها وقت وصول النادي الأهلي بإذن الله إلى نهائي البطولة فيه طبعا تفاصيل كتيرة جدا أمور فنية بالتأكيد مطروكة للجهاز الفني بقيادة فيلر لا يتدخل فيها على الإطلاق مجلس الإدارة أو الكابتن الخطيب أو كل القائمين على الأمور الإدارية في النادي ولكن فيه خبرات فيه خبرات ومشوار عمر في ملاعب كرة القدم للأسطورة الكابتن محمود الخطيب واحد من الأساطير الأفريقية والعربية وأسطورة كرة القدم المصرية بالتأكيد وده بيكون له بعد وأمور كثيرة جدا يمكن أن يتحدث عنها من واقع ومن منطلق خبراته السابقة في البطولات على المستويين المحلي والدولي فضلا عن طبعا رسالته اللي بيوجهها لللاعبين باسم كل مجلس إدارة النادي الأهلي واللي بتحاول دايما تصل باللاعبين إلى أعلى درجة ممكنة من الحافظ ومن الدافع لتحقيق المكاسب ولأنهم يكونوا على قدر تطلعات وطموحات جماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر ومحبي النادي الأهلي في كل مكان اللي عندهم ثقة وثقتهم كبيرة جدا إن شاء الله وبلا حدود في قدرات هذا الجيل على تحقيق الحلم الأفريقي والعودة للتأهل والمشاركة والتألق من جديد بإذن الله في كأس العالم للأندية بعد ما قلنا لحضراتكم طبعا موعد السفر والتفاصيل الخاصة بالسفر والرحلة اللي هتبدأ إن شاء الله في ساعة 11 ونص ليلا اليوم الأحد الكابتن سيد عبد الحفيز يطمئن على الترتيبات من خلال التواصل مع الكابتن سامير عدلي الترتيبات التنظيمية لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا سيد عبد الحفيز مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أجرى اتصال هاتفي بالكابتن سامير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني واللي سبق طبعا بعثة الأهلي بيوم واحد سافر أمس السبت والمتواجد حاليا في جنوب أفريقيا من أجل الوقوف على والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في بريتوريا استعدادا لمواجهة سانداونز الجنوب أفريقي وأوضح عبد الحفيز أن الكابتن سامير عدلي طمأنه على كافة الإجراءات التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي خاصة ما يتعلق بحجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنسيقية أو الأمور الفنية واللوجستية الكتيرة جدا اللي بتحتاجها بعثة النادي الأهلي من أجل توفير أفضل مناخ ممكن أو أفضل أجواء ممكنة وأعلى درجة ممكنة من الجو اللي يساعد على التركيز والترتيبات الجيدة المنظمة اللي بتساعد اللعيب على التركيز في الأمور الفنية وفي أمور كرة القدم فقط حتى يحققوا الأهداف المرجوة منهم وحاسم أيضا المباراة القادمة إن شاء الله على ملعب المنافس ووسط جماهيرو طبعا الخبرات الكبيرة لها دور وكل واحد من الخبرات دي اللي بنتكلم عنها وقدامنا النجوم كبار وليد سليمان أحمد لأصحاب الخبرات في صفوف النادي الأهلي كل واحد منهم بيبقى له دور مهم في تحفيز اللاعبين الأصغر سنا أو الأقل خبرة لأنه طبعا واجه المواقف دي فيه سيناريوهات متكررة بشكل أكبر في الأعوام الماضية خاط بطولات وحصل على ألقاب وبطولات سابقة مع النادي الأهلي كابتن حسام عشور كابتن الفريق طبعا ونجم خط لعب الوسط المدافع طبعا صاحب الخبرات الكبيرة له دور مهم جدا كل هؤلاء بيمثلوا دور قيادي في الفريق ونصائحهم بتكون مهمة جدا لزميلهم في الملعب وتحفيز أيضا اللاعبين وأنهم يوروهم مفاتيح معينة للفوز بالمباراة المهمة ويوصلوا معاهم لأعلى درجات ممكنة من الجاهزية نفسيا وبدنيا قبل المباراة طبعا فيه أمور مع مخطط الأحمال فيه أمور فنية مع فيلر وجهازه المعاون لكن كمان الأمور النفسية والتحفيزية لللاعبين والدوافع وزيادة الدوافع عند اللاعبين في هذه المرحلة أمر في غاية الأهمية قبل المباراة المصيرية القادمة في دوري الأبطال الأفريقي عشان كده بيكون فيه دور مهم كمان بيلقى من الجهاز الفني وبيطلب من الجهاز الفني وبيوجه هذا المطلب لللاعبين أصحاب الخبرات أو اللي بيقول عليهم مجموعة من كبات الفريق اللي بيقدروا ينقلوا الرسالة دي والمسئولية دي وتحملها لكل اللاعبين الأصغر عمرا عشان الكل يكون على نفس الدرجة من الإيجادة ومن التركيز ومن الجدية خلال المباراة القادمة إن شاء الله فيلر بيعلن قائمة الأهلي لرحلة جنوب أفريقيا السويسري ريني فيلر المدير الفني لكرة القدم في النادي الأهلي المدير الفني للفريق الأول أعلن أسماء القائمة الخاصة بالمباراة القادمة أو اللي حيسافروا زي ما قلنا لحضراتكم 11.30 ليلا اليوم الأحد إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة العودة في دور التمانية أمام سانداونز وضمت القائمة كل من محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم وليد سليمان أيمن أشرف حسين الشحات أليو ديانج عمر السلية مروان محسن محمد مجدي أفشا علي معلول أحمد الشيخ أليو باتجي أحمد فتحي جونيور أجايي جيرالدو محمد هاني ويذكر أن الأهلي هيواجه الفريق أيضا المنافس الثالثة عصرا يوم السبت المقبل الأهلي يتضرب على ملعب الجامعة في بريطوريا سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي أعلن أنه تم الاتفاق على وحجز ملعب تدريب قاص بالجامعة في بريطوريا استعدادا لمواجهة سانداونز يوم السبت المقبل على أن تكون هناك كمان فرصة للتدريب على ملعب المباراة أو الاستاذ اللي هيستضيف اللقاء لو هو ملعب لوكس موريبي في جنوب أفريقيا أو في بريطوريا تحديدا وهو الملعب اللي هيحتضن هذا اللقاء وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي منتخب مصر للشباب يودع كأس العرب في نصف النهائي خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح يودع بطولة كأس العرب من نصف النهائي وتعادل منتخب مصر للشباب في أحداث المباراة أو في الوقت الأصلي مع نظيره السنغالي بهدف لكل منهما قبل أن يتفوق شباب السنغال بركلات الترجيح طبعا هذه البطولة بتضم بعض الفرق العربية وبعض الفرق الأفريقية أيضا ومنها المنتخب السنغالي وكنا نتمنى طبعا حظ أفضل وإن شاء الله هذه التجارب يستفيد منها بأفضل شكل ممكن نجمنا القادمين أو الأجيال القادمة منتخبات مصر على مستوى المراحل العمرية المختلفة الأقل سنا من الفريق الأول ومنتخبنا الوطني الأول وهما اللي بيمثلوا بالتأكيد مع اكتساب خبرات أكتر مستقبل الكرة المصرية دي كانت مجموعة الأخبار اللي بنبدأ بها حلقتنا النهاردة وبعد قليل هيكون فيه حوار كروي عن كل ما هو قادم عن المباريات القادمة عن الفوز المهم على ملعبنا وبينجام هيرنا على سانداونز 2-0 في دور الثمانية لكن زي ما بنقول حضراتكم الأهلي قادر بإذن الله وإننا نكون بإذن الله في حالة ما كنا موفقين في اللقاءات القادمة عندنا لعبين قادرين لو كانوا في أفضل حالتهم أو في التوب فورم أنهم يحسموا اللقاء مع أقوى المنافسين وأمام الفرق اللي هي بتمثل أعلى مستوى من المنافسة في القارة الأفريقية أو في دور الأبطال الأفريقي والقادم أفضل إن شاء الله وبنقترب خطوة خطوة من حلم العودة للريادة والصدارة الأفريقية والفوز باللقب من جديد ومن ثم تأهل لكأس العالم للأندية فاصل ونعود وبعد قليل هنضم إلينا الناقد الرياضي المتميز ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صدق أهلا بحضراتكم مرة تانية لسماعكم من خلال اللقاء أهلا بحضراتكم محمود صدق أستاذ محمود من الأصوات اللي دايما بتقول لازم نركز على أداءنا خارج ملعبنا للمباريات الأفريقية وأن تاريخنا بيقول أو تاريخي النادي الأهلي بيقول أنه بيحصد الألقاب لما بيلعب خارج أرضه وبيعود بنتائج جيدة من المباريات المهمة مع منافس قوي خارج ملعبه كمان كان بيتمنى الاستعداد بشكل أفضل وهو ما تم أيضا والتفت إليه النادي الأهلي والكل ركز على أنه تكون التجربة في ترتيباتها أفضل من التجارب السابقة أو النسختين السابقتين من دوري الأبطال السفر مبكرا له حساباتها نتكلم عنها مهمة جدا خاصة بالأمور الخاصة بالطقس والاعتياد عليه والارتفاع عن مستوى سطح البحر وكل ما أشرنا في البداية أو في فقرة الأخبار إلى أنه بيدي مساحة أكبر من اللاعبين للاعتياد على أجواء البلد اللي هم فيها جماهيريا وإعلاميا ومناخيا وكل شيء حتى يركزوا على كرة القدم وتبقاش في أي عوامل سلبية مؤثرة عليهم الأمور شايفها إزاي أستاذ محمود بعد المدش اللي فات بص هو طبعا مواجهة كانت صعبة جدا فريق أحد أبطال دوري أبطال أفريق في السنوات الأخيرة يعني بطل 2016 على حساب بنادي الزمالك في مواجهة مهمة أيضا فريق بصراحة من الفرق بتأدي كرة سان دامز بأمانة لازم تقف تحترم عقلية اللعيبة وعقلية المدير الفني اللي بيجي هنا ينيمنا بقى بتصلحات الجميلة خلاص كشفناه يعني من الكلام الحلو ويديك انطباع أنك أنت أحسن منه وبرتب لك الترتيبة لعملك الزمرة يعني لكن أجمل شيء في المشهد الحالي أنه نقطة من أول الصدق قرار السفر النهاردة لجنوب أفريقيا قرار مهم جدا وقرار يعني صحيح 100% وعاوز أذكر الناس اللي ممكن اللي ممكن كانش بتابعة أو يعني دو صغيرين في السن مشهور في 2001 لما استرد الأهل دوري أبطال أفريقيا بعد 14 سنة أقام معسكر في جنوب أفريقيا أكثر من 10 أيام وكان بمناسبة في شهر رمضان وكانت المباراة في توقيت اللي هتتلاع فيه دلوقتي اللي هو العصر وكان فيه على الأقل ست لعيبة كانوا صايمين في المباراة دي وكانت صاحب هدف التعادل اللي هو كابتن سيد عبد الحفيز في المباراة كانت قوية جدا وشارسة جدا ولقل فز باللقب واسترده في المرحلة دي للأهل مع صندوز صولات الجولات السفر دلوقتي وبرقاسة كابتن محمود الخطيب قرار صحيح 100% هسأل حقيقة عن الأمرين هبدأ بترتيبات خاصة بالسفر مبكرا وأهميتها وسننتقل للحديث عن تولي الكابتن محمود الخطيب شخصيا رئاسة البعثة وتأثرها المتوقع إن شاء الله على اللاعبين على مستوى الدوافع والحالة النفسية والجدية والتركيزة عايزين نتكلم عن أن توافقة الرؤيتين رؤية المسؤولين في النادي الأهلي بترتيبات السفر مبكرا مع محبي النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر اللي كان فيه تواصل مع بعضهم ومطالبات ورغبات وأمنيات بأن النادي الأهلي سفر مبكرا عشان يوفر أعلى درجة ممكنة من التعقلم والاعتياد على الأجواء لللاعبين فيه نص يعني شخصيات في أهلوية تستحق إن كنت تتوفى عندها تستحق إنها تاخد أحدها ويمكن على رأسها من وجهة نظرنا كمتابع وأعرفه بصورة شخصية السفير ياصل مراد السفير ياصل مراد لعب دور مهم جدا ممكن الجمهور الأهلي على ماهلا على ماهلا في 2001 حتى إنه مانو الجزيء في وجهة بتقرير فني مكتمل عن فريق سانداوز وفريق هزر شيفه واجهه قبل بعد كده في السوبر بتحليل فني راخي جدا وكان حتى مفاجأة بالنسبة لنصر نعرف الراجل قال كلام فنيا لطريقة لعب الفريق لشكله في الملعب لفكر المدرر بتاعه من اللاعب البارزين حاجة يعني حاجة كده محترمة أيضا سفير ياصل مراد أنا فجئت بيه باتصال ممكن من أسبوعين بيطالب بتليفونات كابت سيدة بحفيز لشارك وجهة نظر للتواصل معاه وأمانة جديدة ممكن اللي حصل يعني في بطولة العام الماضي والهزيمة الغير متوقعة يعني كده كانت صدمة الناس كتير وكانش توقع أنه يحصل ده نتيجة أنه الفريق خارج من المباراة الدوري شاحن كبير جدا ثم مباراة الاتحاد سكندري وفوز 2-0 ثم التوجه إلى إبريتوريا ثم كانت المفاجأة المحدث في المباراة كل مباراة ولها ظروفها بتبقى أجواء مختلفة لكن طبعا الأهلي قدروا الكبير أنه هو لما تحصل حاجة زي كده بتحتاج وقفة بتحتاج تحليم فني بتحتاج دراس الأسباب وإلى حصل بالضبط وإنه لازم يبقى فيه نقطة ومن أول السطر من وجهة نظر السفير ياسم مراد من الناس اللي هم يعشقوا الأهلي ويعني يهتموا يقول أخباره في كل مكان رغم توجدوا حاليا في سفير مصر في المكسيك إلا أنه الأهلي ربما لم يبعد يعني يم يكون بعيدا عن قلبه وعن زهن وعن تفكيره فأعتقد أنه من النصائح كانت مهمة جدا أنه هو الفريق سافر في الوقت ده مهم جدا أنك تسافر تأخذ الأجواء تكتسب تعيش وفي حالة من التركيز مباراة العودة في يوم سبعة مارس حتى تكون مباراة صعبة جدا مباراة ستحتاج روح البطل ستحتاج 11 بطل في الملعب 11 مقاتل الحصول على دور البطال لم يقعد أمرا سهلا خلاص وحضرتك قلت من أسبوعين ثلاثة وإحنا بنتكلم عن شاشة قناة الأهلي قلت أتمنى أن هنا نستفيد من الدروس اللي فاتت إننا هنكون دايما ترتيباتنا أفضل من خلال الخبرات اللي بنكتسبها من الموقف الصعب فأحضرتك قلت أتمنى الصفر مبكرا أتمنى أن يبقى الترتيبات في النادي مختلفة للصفر والأجواء وحالة المناخ لازم تعيش وخلاصة ليه بقى وواضح أن النادي الأهلي يركز بقوة على الفترة الغالبية من العناصر الموجودة لسه عناصر متعودتش لسه ما عنداش الخبرات الأفريقية الخبرات الأفريقية محتاجة لكن عايز أقول أنه لابد أنه تظهر يظهر معدن الفريق يظهر معدن الفريق من معدن وأداء لعبته يعني أنا مش عاوز أقارن وأربط وأقول أنه في فرق النهاردة بتعمل شغل في أفريقيا يعني النهاردة مش عاوز أحط الأهلي في مقارنة الأهلي يعني عن موجة نظري أكبر من يعني كبير جدا عنده جمهور وكبير جدا عند الناس اللي متابعين كبير جدا لازم بقى في حسابات اللعيبة لأ جيه الوقت أنه لأ محتاجة وقفة جامدة جدا مع اللعيبة الجماعة مباراة صندوق الصعبة جدا مباراة يعني مش نخاف منها أنت نازل عندك هدف هدفك هو الوصول للمباراة النهائية مش الوصول للمباراة السمافينة طيب أنا عايز تتكلم عن الأمرين محادي هدفك الوصول كمان للنقب حننتقل للحديث عن الأمور الفنية وشكل الأداء اللي حضاك بتتمنى تشوفه وكمان تقييمك لأداءنا في المباراة الأولى على ملعب استاد القاهرة وسط جماهير النادي الأهلي وحاسم اللقاء 2-0 وده الجمهور كمان شايف أنها يعني خطوة مهمة وفيها درجة كبيرة من أننا تخطينا نسبة كبيرة ولكن لسه شوط التاني هناك في جنوب أفريقيا لازم يؤخذ بنفس الجدية بس خلينا نتوقف شوي عند أيضا قرار النادي والاتفاق على أن يقود البعثة ويتولى رئاسة البعثة الكابتن محمود الخطيب أهمية ده قبل المباراة التانية ده مهم جدا ده ما يكون رئيس النادي على رأس البعثة فده بيعطي رسالة مهمة جدا لجهاز الفني واللعيبة على أهمية هذه المباراة وأهمية هذا اللقب وأنه رئيس النادي بنفسه يعني رغم يعني يعني دي الصفريات التانية من الهلال السوداني تواجد أيضا مباراة تواجد في جنوب أفريقيا أعتقد أنه ده لازم يكون حافز لللعيبة ولازم اللعيبة تاب وتشوفوا الجمهورة عمل إيه في المباراة على مدار مش تسعين ديئة ده من قبل التسعين ديئة يعني أنا عاوز أحيي الجمهور الأهلي أنه خلاص بدأنا تخطينا حطينا رجلين خطوة كويس بدأنا نخلع شوية من حاجات احنا مش حبنا عاوزين بقى يعني الجمهور يفكر في فريقه بقى يفكر في فريقه يعني عنده هدف أنه أنا أساعد الفريق ولعبتي أنه أنا أقف معهم أنه أنا سندهم خلاص أنت المسألة ما بقيتش سهلة جدا بالنسبة لك لأنه في أطراف أخرى تدخل على الخط وتبص أمور من شأنها لك حالة من اللخبطة وحالة من المشاكل فأنت المنظر اللي كان موجود مبارح منظر رائع منظر يستحق عليه جمهور الأهلي اللي هو نقدر نقول بدأنا ندخل في الأجواء وبدأنا ندخل نحو مهمة أنه مش هنتنازل عند اللقب ده شيء كويس جدا أنك توجه رسالة لعيبة وأنك كتير من اللعبة محتاجة أنها تقف مع نفسها ما شيء تحتاج أنها تبزل يعني جهد أفضل من كده تراجع نفسه تتفرج على نفسه في المباراة تانية تشوف هي عملت ايه إيه الأخطاء اللي ارتكبها أي لاعب يشوف نفسه لابد أنك تتطور لأنه الأهلي استحق منك أكثر من كده الأهلي بيديك كل حاجة الأهلي إدك كل الإمكانيات وإدك كل الفرص وحطك في مكان لابد أنك أنت ترد الجميل للنادي وترد جميل لجمهوره الأهلي جمهوره المهوره اللي في كل مكان يعني هنا حضاك بشكل مباشر وتطالب كل نجوم النادي الأهلي أن أداهم كمان يكون حتى أفضل من المباراة لا طبعا لهم يعدوا هناك في جنوب بشكل يفوق أداهم في المباراة الأولى اللي خرجنا منها راضين عن النتيجة وفوزنا فيها تنصر تتواجه أنت شفت فريق فريق منظم جدا أستاذ محمد فريق سندون فريق عارف عاوز يعرف إيه في يعني هو عارف هدفه إيه من المباراة بتحركات لعبته مدير فني نازل وعارف إيه ده يعني بس عاوز أقول لك إيه يمكن هو بعد ابتهاء الشيط الأول الرجل حس أنه خلاص يعني جان وسنة أنه ممكن يكون خلاص طمع أنه خلاص المباراة تهت بالنسبة له الهدف في الشود بداية الشود التاني أجيه معلول يعني أنقذ الموقف حل مشكلة وضربة الجزاء بعد نزول بجي يا عم إحنا جايبين يعني يعني دفعيني الفلوس كلها في بجي ودايبين وليه جايبين وما نتفسح ها لا بجايبين واتفسح ده لازم بأساس يعني عاوز الناس عاوز أتشوفه أنت جايبه في أفريقيا عشان يعرف يواجه اللي إحنا شايفه لما نزل حصل الرجل مثلا ممكن تتوبة ماشية معاه ادي له فرصة يعني سيب عاوزين نشوفه الناس عاوز أتشوفه وممكن يعني يحكم عليه في المرشات اللي إزاي دي مبارات اللي إزاي دي انت عاوز لعيب يخوف عاوز لعيب يعمل لك شغل عاوز لعيب يعمل لك حركة مع كامل احترامي هو قدر هو قدر إنه هو يعمل بالقوة البجنية وبالسرعة وعنا كنت أتمنى كنت أتمنى بعد الهدف بعد الهدف التاني كان بإمكانك إنك تضغط أكتر من كده يعني مش هلتدخل في شغل مدريفاني بس الناس كان عندها إحساس لكن إيه برضو إنت عندك كل مسلا الوداد والنجم 2-0 الرجاء ومزين بـ 2-0 خلاص زمالك والترجي 3-1 الأهلي وسندوز 2-0 أصحاب المراكز التانية في المجموعات هي اللي عملت المفاجأة على أصحاب المراكز الأولى مواجهة العودة بالنسبة لكل دول هتبقى صعبة كلنا على ملعبه هنا سيظهر يا أستاذ محمد معدن الفريق البطل اللي عنده قدرة على تحمل التبعات وإظهار قوة الفريق وجماعية الأداء في مواجهة خصم شارس على ملعبه وبسط جماعيه خصوصاً الحاج بتقول إن لسه الشوت التاني ولسه الفوارئ بهدفين بتخلي فيه دفع عند الفريق اللي هو في مباراة العودة آه طبعاً أنت عندك داخل المباراة داخل المباراة اعتبرك داخل المباراة سفر سفر يعني لازم عندك دافع إنك إنت مهمتك الأساسية إنك تصل إلى إحراز هدف ده هيحتاج شغل كبير جداً من الجهاز الفني وجراءة وقوة من اللعيبة اللي هي عدم الخوف يعني إنك تتجاوز وتكسر الحاجز النفسي مثلاً في الشوت الأولاني وعادة بصابة مرباك بهدف ده بيدي خطوة مهمة جداً إنك إنت تتمسك يعني مش عايز أقول مش عايزين نكرر اللي حصل في مباراة الهلال السوداني يعني إحنا مركزين مركزين وضيعنا فرص يعني فرصة هي فرصة واحدة هي تحسم البطولة وتحسم اللقب وتحسم طبوحاتك إنت عايز إيه فلا أنا عايز أقول لك إن هي فرصة واحدة هي فرصة واحدة تديك الأمل إنك إيه خلاص المشوار قدامك خلاص يعني عديت لكن ساندونز لن يكون لن يكون يعني نفس السهل بالأمر السهل لا هتشوف فريق مختلف في الحالة دي لابد أن يرى ساندونز من الأهل ولعبته ما لم يراه من قبل بس الجمهور عنده طموح عنده كمان ثقة في لعبنا صحيح المباراة لسا ما انتهتش وشوتها التاني وال2-0-A فوز يعني بنتيجة جيدة ولكن ما حسمتش اللقاء لسا نعم طبع إحنا بنتكلم إنه لسا الشوت التاني وحدك بتقولك إنها مباراة واحدة بين الفريقين لازم نتعامل معها كده إن إحنا نخرج إحنا بنتيجة على قد ما نقدر أفضل من المنافس في المباراة التانية في جمهير عنده طموح هيبقى عنده ضغوط المنافس بإذن الله على سانداونز على ملعب هيبقى عنده ضغوط عشان عاوز يعني لسا عاوز يعود الأهداف إنت لازم يكون إنت لابد إنك تتحط تحت ضغط إنت لازم تبخته يعني إنت لو شفت بدايته في المباراة هجمة وإنفراط في المفاجأ يعني إنت لازم يبقى عندك القطة دي انفراط بهدف هتلقى الدنيا اختلفت خالص هتلقى الموازين اتقلبت لكن إنك إنت يعني يشعر وتدي فرصة لسانداونز إذا كنت متراجع هي هيصطادك ها ولازم يبقى فيه كمان إعداد نفسي وكيفية مواجهة الحكم يعني الحكم ده محتاج قصة تانية ها ها بكاري جسامة ده عاوز إيه ما تروح لش وحدك يعني لازم يبقى لعبت الاهلي يتم معدده منك لما تروح تروح ثلاثة اربعة خمسة يعني لازم الحكم بتحط تحت ضغط وحا انت عارفين إنه الشمال آآ الأخوة في الشمال أفريقيا متمرسين التراجي والنجم والوداد في الحوارات الجانبية مع الكوكيام والضغط لازم عندك خبرات ولعيبة تبقى ايد وحدة في الملعب يعني إيه بتحصل حاجة مشكلة بس في حوار مع الحكم باحترافية لازم نوضح دي يعني نكرر الكلمة دي إنه باحترافية شديدة عشان ما نخسرش بجود أي لعب في الملعب وغير أي تجاوز وانا بقولك انت روح اضربه لا طبعا الأهل لا لا يمكن من هي وفع لكن بقولك ايه يعني أقولك ما تخلهوش يصطادك يعني لازم تبقى حذر وما تخافش منه يبقى عندك جراءة ما تفكرش في الحكم ما تسمعش إن الحكم ممكن نعمل حاج كله بتفرج وشايف ها والأمر مسهل بس انت ما تديش للحكم الفرصة إنه يصطادك في حاجة ليه يعني احنا مش عاوزين نتكلم عن السودية سامة ده تاريخ تاريخ من مبارات البوداد في 2017 ومرونا بحاجات تانية مش عاوزين نتكلم فيها يعني ومعصن دونز برضو برضو في برج العرب لو تفتكر ماتش العودة بتاع السنة اللي فاتت برضو كان موجود ويعني برضو وعمل نفسه فانا عاوز أقولك إنه المباراة مكتملة من وجهة نظري كمتابع وكمراقب أراها مباراة نهائية مبكرة للأهلي في بروتوري مباراة زي ما بقولك وما زلت أك إنه هتحتاج جهود كبير من الفايلر ومن صيد عبد حفيز تحتاج جهود من اللعيب إنه هم يحفظوا كويس جدا إنه هم رايحين يدفعوا عن البطل وعن تاريخه وعن حاجات كتير هم عارفينها ولازم يعرفوها وستندوت مش بالفريق المرعب مع كامل احترام إنه الفريق بياد يكون جميل جدا الأهل أيضا فريق كبير وما يقلش مش عاوز أقول في حاجات أنا مش عاوز أقول أتكلم على التاريخ لا أنا عاوز أتكلم على دلوقتي دلوقتي كل الإمكانيات متوفرة كل الإمكانيات موجودة رئيس النادي بنفسه برأس البعثة ده دليل على أهمية المباراة أهمية الحدث ديبتورة أفريقي ودي فرصة كويس جدا إنه تبقى رد تفاعل برسالة إنه مش الأهل بس واحدة بنقول يعني إحنا قلنا إنه في تبايل في الأداء المحلي والأداء الأفريقي فوصة إنك تخرج من الدائرة دي إيه الحاجة اللي محتاجين نتحلى بيها أو يتحلى بيها فريقنا ونجمنا في المبارايات اللي جاية وصولا بإذن الله في حالة إذا وفقنا في الوصول للنهائي والفوص بالبطولة واللي كنا بدرجة ما مفتقدينها في النسختين أو تلات نسخ اللي فاتهم من البطولة إيه الحاجة اللي حداك شايف إنها اللازم تبقى موجودة في الملعب في كل مباراة بنؤديها وبتفرق جدا مع الأهلي في النتائج استغلال الفرص استغلال الفرص عدد الفرص لو رجعنا بالزاكرة وشوفنا نهاية 2017 ونهاية 2018 هتجد الفرصة في المباراة الكبيرة الفرصة تمنها دهب يعني إذا أهدرت فرصة والتاني خلاص انت خرجت برا المباراة المنافسة يستفيد في المباراة النهاية في 2017 هنا في برج العرب شوف عدد الفرص اللي أهدرها ما أجيبوا لقل في بداية الشهود الأول في مباراة في بداية الشهود الأول لا يقل عن سبع أهداف كان نتيجة أنا جدت أحرصت هدف ويبقى مرباكة بهذا في التعادل خلاص في المباراة اللي زي دي لا بد أن يعلم لعبت الله لأنه دي مباراة الفرصة والنصف فرصة وربع فرصة يا لازم تبقى أنت مقدر جهد الفريق وجهد الجمهور وجهد النادي والإدارة والناس دي كلها عشان أنت تستطيع يعني أنت يعني لا بد يكون زينك زينك نستغلها بشكل جيد أو فرصة سمحمد أنت يعني بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني يكتب الله التوفيق للفريق في المباراة دي يعني عيش معي أنك أحرصت هدف في بداية المباراة شوف ردة فاعل المنافس هيبقى إزاي شوف يعني يعني يديك فرصة تضعه طاحت ضغط خلاص يديك فرصة أنه ممكن تجيب التاني لكن أنت بقى أهضرت فرصة والتانية هو خلاص تانع لك أنت مش قادر فهيستضي هيزيد ضغطه على الفريق إذا لم يكن لديك قوة وصلابة وأنه كل اللي بتعرض له أن عزيمتك قوية وليس عزيمة رقوة أنك أنت عندك طموح بتقاتل على حاجة أنت عايزة وعندك هدفك وطموحك هو تشيء اللي لازم أمور الفنية اختصاصات ريني فايلر وجهازه المعاون بالتأكيد وصلاحياته بلا تدخل حتى مجلس دارة ما يدخلش في الأمور الفنية ولو له رؤية بتبقى رؤية في اجتماعات بيتم فيها منقشة بعض الأمور أو مراجعات دون التدخل طبعا في اختصاصات وصلاحيات فايلر وجهازه المعاون لكن كيف تتوقع وما الذي تتمنى للتشكيل اللي حيبدأ المباراة الجاية وطريقة اللعب هل حاجة بتشوف أو بتتمنى أو تتوقع أننا نبدأ بنفس طريقة الأداء بنفس التشكيل اللي بدأنا به مباراة استاد القاهرة ولا تتوقع تغييرات سواء في التشكيل اللي حيبتدي أو في طريقة الأداء لأت بص طبعا النواحي الفنية هو أقدر هو العارف الفرقة يعني عشان نحترم كل واحد بيدي شغله هو عارف قدرات لعبته وهو عارف المباراة محتاجة منه محتاج أنك أنت تكسب ونت تتجاوز لدور التامنية وصول السيمي فاينال الأكيد هو هيتفرج على سندونز فيما لعبه وأكيد عارف مصدر قوته فين أنت لابد من فايلر أكيد لابد أن يلجأ إلى وقد الفكر الهجومي من بدايته يعني القضاء عليه من منطلق يعني من أين تبدأ هجمته وتتسلمينه من اللي بحرك الفريق أكيد ده الكلام ده يكون في الفئة تبارف لو جيت قلتلي أقول لك يفضل أن الأهل يلعب بثلاثة ونصف مالحة عشان السرعة سنقيت متولي وياسر أنا شايفها صناعية مبشرة يعني في في مبارات آآ مبارح صناعية ممكن يتم تثبيتها يتم تثبيتها واللعب عليها الدوات ده كان موفق آآ آآ ممكن اللي بدأنا بها الموسم أمام الزمالك الفوز نبيه صناعية ممكن تستحيل أنك تتوقف عليها ممكن يعني اتفاق هل يعني هقول يعني وانا قلت همبارغ هتلعب طمع فريق سندوستويك لو هتلعب بتلاتة الثلاثة ده ممكن تلعبهم في نصف الملعب عشان تقفل الدائرة بالزبط وانت لو خدت نصف الملعب مشكلة مشكل كتير بالنسبة لك اتحالت لأنه طبعا اللعب القصير السريع وشفت خفة الحركة في ضرب الدفاع عاملة ازاي شفت التحرك بالكرات العكسية منبارغ في كزا لقطة بتستحق من فايلر واللي معانه هم يقفوا وتفرجوا وتاني وشوفوا وشوفوا من فين اللقطة بتيجي من فين في سرعة سيد محمد ازاي ازاي تقدر تكبح جماح السرعة دي هيبقى فيه جهد هيبقى فيه عمل عمل كبير جدا ولادة البطل هتبقى في المباراة دي ولادة البطل البطولة دي هتبقى في المباراة دي لانه خلاص انت حديد خلاص تحدد اربع هتبقى اربع فرق خلاص الاربع فرق المواجهات التانية خلاص انه مباراة النهاية تبقى مباراة واحدة فالمباراة النهاية تبقى في في السيمي فاينل فانت في في مباراة العودة هو قال لك قال لك الملعب بتاعنا وحش. شوف الزكاء بتاعه. والنلعب بتاعنا وحش ومش عارفين نعمل ايه هعملين مشكلة. شوف بصدرلك بشغلك بحالة هو عارفة. فرج ورجع بزاكرتك للاهداف اللي جات في اول نص ساعة في مبارات اه السنة اللي فات. شوف كلها كور ايه? اه? كلها كور. عرضية وعكسية. خلاص? وتحرك من بين يعمل من الاطراف يعمل من القلب. اه? الوضع في فرقة الاني اختلف عن يعني الموسم الماضي في ملامح فرقة بيتم بناءها. ومازلت من وجهة نظري. ومتماسكة فنيا لها شكل وقاوم الفريق. متماسك مقارنة بالموسم. انا باللا. طبعا. يعني بتقول حاجة في الملعب. يعني فيه شكل. بس برضو ما زلت عشان ما هانش يزعل مني. بقول البناء لم اجتمل. مم. لسه اللعبة محتاجة جهد اكتر من كده. يعني افشا محتاج جهد اكتر من كده. يعني رغم انه تحرك مبارح وحاول就 لابد التصريبات كن فيها دقة اكتر من كده. مم. لابد يكون فيه تعاون من جانب احسن الشحات لأ يعني محتاج تركيز اكتر من كده. حسن يعني يعني مش عارف. يعني اعتقد يا مرهق يا مجهد. اه لأ لأ محتاجا لا محتاجة سرعة. مش محتاج انك مفيش تفكير يعني يعني لوزن تلاحظ حاجة. الاهل يمكن سيد عمل الوان تو سريعة. الوان تو سريعة في البلاد كتير. عملت معافر. مهم جدا كمان في النقطة الخاصة بمجدي افشة يا سيد محمود لانه مجدي افشة دريبلر كويس قوي بيراوخ كويس وبيقدر يعدي من اكتر من باك. فلو بيقدر يوجد لنفسه مساحات كويسة. ما انا بقول لك محتاج بمسألة اه يشتغل على نفسه. يعني الجهاز الفن يشتغل. مش عاوزين نقول مدربين اللي قبل كده عملوا مع لعبة وكان بيطوروهم بيجيبوا بدل ما التمرين الصبح بس كان بيجيبوا تمرين بعض الظهر وبيعود يحفز فيه. مش عاوز اقوله يوم كامل والكلام. لا المدير الفن كنت شايف. وتقدر يا جماعة يعني اهل كبير مش يعني اه فيه اهلأ من مباراة العودة اه لكن اللعبة نفسها لازم عندها احساس ثقة في نفسها ان هي تستطيع انها تتجاوز. بشكل عام بالطالب باستخدام مهارة التزديدات على المربع اكتر. زي ما نحن متفقين يا اسم محمد. الفوز باللخب يبدأ ببروتري. ان دي المباراة الفاصلة. انا بقول لحضرتك. اه لا لا لا. دي من وجهة نظري من اصعب المواجهات للأهل. المواجهات النفسية. مع فريق عمل معاك نتيجة. اه صادمة. طب دعات دعاتي في كرتقاتها ما يفرق. ما ما زين بفاز على. ما زين بفاز على التركي خمسة سفر ما زين باش عارف ميه خسر خمسة واحد. عاوزولك ايه. في هزائم بتكون نقطة انطلاق. اه? لمرحلة جديدة. وفيها هزائم ممكن تنزلك تحت. الاهل من الفرق اللي بيعرف بتعرف تلمي نفسها بسرعة. هو ده قدر البطل. ولازم العيب يعرفه ان هم بيمثلوا البطل. لازم انت يعني لازم من دخلك. تعرف انك التواصل اتنين فينا. متتالي. ولام يحلفك التوفيق. وبإمكانك انك تسترد كل اللي حصل ده كله في البطولة دي. اه بطولة صعبة. اه بطولة صعبة. خلاص كورت القدم اتطورت عاد ما عادش فيه صغير وخلاص. فيه تطور. انت قدراتك ايه? انت بتمسل الاهلي. الاهلي استحق منك واحتاج منك تضحية اكبر من كده. طيب الناس اللي تسمع حضارك دلوقتي ممكن يختلفوا معاك. يقولوا هو ليه ضيف فلان بيقول ان دي المباراة اللي بعتبرها الفاين. هيقولوا ما لو تخطناها بازن الله وفقنا الضيوف واللهة والخبراء والمحللين الفنيين. هيتكلموا يقولوا نفس السيناريو ان المباراة المصريية في السيمي فاين. وازا بازن الله تخطينا السيمي فاين هل هيقولوا ده قبله مباراة النهائي ان هي مباراة الحسن. مباراة العودة. هو السؤال هنا. انا عايز حضارك توضح للناس. حضارك بتتكلم عن المباراة الخاصة بظروف بعد السنة اللي فاتت ونتيجتنا غير المتوقع امام سان داونز وان احنا قربنا خطوة وكسبناه في مباراة الظهاج من الصفر. ولا حضارك بتتكلم عن ان النادي الاهل ياخد كل مباراة وكل مرحلة انها نهائي بطولة في الفترة دي. محتاجين يتعامل مع كل مباراة بدرجة الاهتمام بتاعة مباراة الفاينل. مباراة الكاس حضارك بالسمة على ايه? ام. كل مباراة ايه? ام. نهائي. ام. يعني انت لو في الكاس لو خسرت بتطلع. ام. انا بلمس جزئية انه في حاجز نفسي اتعامل بعد نتيجة البطولة اللي فت. مم. كونك تقصر الحاجز النفسي دفع كبير جدا. دفع حد ذاته بيديك ثقة في نفسك. انا كنت تجاوزت الفريق اللي عمل معك نتيجة اللي هو من افضل فريق الذي لم يقصر في التصفيات. الفريق اللي حاز يحقق العلامة الكاملة. الاول هزيمة يعني تلحق بالفريق. انا فبالنسبة لك لما باذن الله تعالى لما تتجاوز هذه المباراة. نفسيا انت كسرت حالة الخوف اللي تسربت داخلك. او حالة الشعور بالضعف بعد اللي حصل في الموسم الماضي. انت خطيت خطوة وتجاوزتها. يبقى عندك ثقة لما تلعب مع اي المنافس. ايه هو المنافس اللي متوقع? يا الوداد يا الرجاء. الوداد ومعانا حكاية فال2017. وفايز اتنين سفر على النجم الساحلي. ماشي? يا الوداد يا النجم الساحلي انه ياسو مش الرجاء. الرجاء ما ده مع زينو. الوداد والنجم الساحلي. والنجم انت قابلته مبارتين واحد سفر واحد سفر. المباراة دي مختلفة على الاتنين دول. من وجهة نظر. انت بتواجه فريق يعني صعب يعني بص على موجهاته. اه? مع الوداد وبص على موجهات. كان معه في نفس المجموعة بتبقى ده بطلع اه تاني. خلاص? فاني انا فاني انا بيركز عليه. انا بتكلم على المرحلة دي. بعديها? افكركم. افكر يعني استاذ مشاهدين بحاجة. في الفين واحد. كانت ايه المباراة الفاصلة والنهاية بالنسبة للالي? تخط الترجي. سفر سفر في القاهرة. خلاص كل الناس رايحة خلاص اهل خرج من البطولة. كرتين في القائم. كرة في العرضة من ابراهيم سعيد. وفرص ضائعة وخلاص وانتهى الموضوع. صح? في الديئة سبعة وتلاتين من الشوت ايه التاني? اتولد الامل ولا متولدش? صحيح. ها? بكورة غير متوقعة. ومبقتة ومفاجأة وما حد نشافة غالي هو في الجولة. انت اخلصت في مباراة الزهاب. ربنا كفك في مباراة الحب. واكتهدت كمان في مباراة الحب. انا بكلم اكوا. انا بكلم اكوا. واكتهدت وعملت نتائج ودي كانت نقطة انطلاق بالنسبها لك. انك يتحقق نتيجة جميع مع الترجي واتها ترجية دولة. كان هدف خليح. خلاص? وما نفسهم كان هدف غير هذا. فان انا بتكلمه كان دايما مباراة مواجهات الاهل والترجي فيها نقطة صدام نفسيا. فانت النهاردة لما تيجي مع صاندونز. وتكسر الحاجزي نفس وتعد دولة الثماني السمفينة. انا بقولك الوضع يبقى مختلف في الدوقة من النهائي. ليه? الوداد او هيبقى عندك طريق التعامل المختلفة. هيبقى عندك استعداد او خلاص في عندك ثقة نفسيا انت اكتسابتها. اني استعدت شكل اعداء الفريق البصل اللي بيقدر يكسب المنافس القوي على الوضع. خلاص استعدت استعدت الشخصية بتاعتك. اللي كانت تايها منك وانت بتدور عليها. لبستها. تاني. هنا يبدأ اللعيبة اللي لسه يعني مش عاوز اقول ما عند لا. يا مش عاوز ان ما عندهمش. ما عندهمش الخبرة الافريقية. بس خلاص. انت لازم تعرف ان كنت مسل ندلال معاش يوفع. يعني النهاردة مسلا برمز بلع في الكون فدريالية. عمل نتيجة كويسة جدا من النهاردة تلاتة سفر. آآ في مباراة الزهاب. عمل نتيجة كويسة. ما ما نشاهدين يا. والمصر هيلع من النهاردة الساعة تسعة. برضو في الكون فدريالية مع نهضة بركان. وعنده يعني نتمنى له يعني نتمنى المباراة يعني كويسة. كل ما يبقى كل ما يبقى فيه اندية من مصر متواجدة في الادوار الناية. كل ده يصب في صالح المنتخب الوطني. اللي عندنا طموحه. انه ودينا كاسعالم ودينا كاسعالم افريقية. ودي بعملنا شكل. فلانا عزوه لك مباراة سندوز. مباراة مهمة من وجهة نظر وتقديل. يعني مع كامل احترامي. يعني الاراية الاخرى. انا شايف. اذا استطاع الاهل يخرج بنتيجة ايجابية. فسيكون اقترابه من اللقب ان شاء الله بذلك على النسبة. سيد محمود اللي انا فهمه كده بين السطور من كلام حضائك وصحاح لي يعني. ان حضائك كمان طموحك بيتخطى فكرة ان انا ارجع بنتيجة ايجابية مثلا بالتعادل. او ان انا اخرج بنتيجة. اجمالي اللقائين يكون في صالحنا ونوصل سيني في فاينال حاجة وحاك اكبر حاجة تتمنى استعادة شخصية البطل من خلال فوز واداء رائع افضل من سانداونز على معرفة. اه طبعا لا. ان ده اللي هيرجع او هيعلي الدوافع جدا عند العيبة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت لما تكصل بسانداونز في رد فعلها هيبقى عامل ايه معك? طبعا ثقة كبيرة جدا. صحيح. هيبقى رسالة مين? للمنافسين في الادوار اللي جاي. مبارتو للعوامل النفسية والضغوط. هتوبقى رسالة للمنافسين. مم. فده شيء مهم جدا. يعني انت رايح وعندك هدف ونقطة مهمة جدا في سانداونز كنت هتكسب. مش رايح عشان تلعب عشان مجموع المباراتين وتلعب على تعادل. انا عايز اكسب المباراة دي كبتولة. انا انا عايز اكسب المباراة دي مباراة. دي مباراة فانا اعتبر السفر السفر هنا وانا رايح المباراة. اللي هيفوز بالمباراة ده ياخد الاخر. انت رايح تتعامل من المنطق ده كمان في المبارات الكبيرة اللي دي. يعني مش عاوزين نرجع للتاريخ. يعني احنا قلنا قبل كده نجيب ناس تقول التاريخ. وتشوف يعني مش عاوزين نقارب بال بالاجيال المختلفة. الكرة بتتطور. والنهاردة اه الاهل من خمس ست ستي كان عادوا فرقة اه الجيل الزهبي ينكسر الدنيا وكسر المنديا. اللي حالين يقدروا يعملوا كده. بمزيد من الجهد والعمل والاخلاص والشغل واصوات الجماهير دي اللي وراه في كل مكان والناس اللي بتدعي لهم والناس اللي بتمنى لهم التوفيق. الهل يستحق يكون في مكان احسن كده. مم. وحضرك شايف انه هيبقى مفتاح الوصول لللقب ان شاء الله او على الاقل من نتيجة مباراة. انا احسن من المباراة. انا من نتيجة مباراة انت تلاعف يعني مش عاوزة فريق. مش هو يعني مش عاوزة اقولك مش المرة عملك تخاف منه. لأ فريق كرة. مم. فلازم تلعب معه كرة. ولازم تثبت انك انت البطل. وانه البطل اذا ترجى يعني كده ونزل من على صحب الجواده وانما بدا بياخد بلتقط افاس ولا استعد للانطلاق. جي الوقت انك انت تستعد. طيب بعيدا عن المباراة دي بس. خلينا اتكلم محاك بشكل عام عن السيناريوهات اللي بتبقى امام اي مدير فني في سيناريو مشابه. مش هنا بتكلم عن الاهلي بس او عن رايلر بس. بتكلم انه هل المدير الفني في اي بطولة او ادوار اقصائية. متفوق اتنين صفر في المطش الاولاني ومباراة العودة. هيلعب مباراة بنقول انه عايز يحقق فيها نتيجة ايجابية. هو عنده عدة سيناريوهات توصله للسيمي فاينال المنافس ما عندوش الا سيناريو واحد. طبعا. هل ساعتها المدير الفني بيغامر بنفس درجة الفريق اللي خسر المباراة الاولى ولا احيانا بيلجأ لبديل من البدائل المتاحة قدامه انها توصله. طبعا. ده بقول له حضرت. يا مباراة العودة بتاع الساني مفاتي. انتعت مش واحد سفر. بهدف اه وريد ازاره صح? كانوا عاملين ايه معاناو? سيناريو مختلف خالص. سيناريو واعتمد على الهرد وعمل وهجمات مرتدة في منتهى الخطورة. خلاص? وده اهضروا اكتر من فرصة واحنا ضيعنا. وفي حاجات من الحكم. وآآ يعني ايه مسألة. كان في مشاكل كتير. في مشاكل كتير. وكان يعني الناس كان عندها امل انه يحصل. وكان يحصل بس الكلام ده ايه. يعني آآ يعني ما كانتش. كانت نسبة قليلة جدا لو موجودة. كان ممكن تعمل نتيجة كويسة. ثلاثة سفر اثنين اربعة سفر كده. لكن فرقة وكان انت عندها حالة فوران فريق سان داونز وجاي منتاش ومكتفتش بالفوز الكبير في المباراة. وانت نفسيا متوتر ومتاع. حضراك عايز الاهل يلعب كده المباراة تانية. لازم هو فيلر بتبان برضو قينة المدربين الكبار في هذه المواجهات. ها رجع للتشكيل. هل تتوقع او تتمنى انا يعني بعدش مش مسألة اتمنى. هو مسألة اتوقع. هو لا هيقدر يحدد شكل الفريق. لكن هو التشكيل اللي لعب به في مباراة الزهاب كان اختيار موفق في العناصر اللي هو. ممكن يكون تفكيره. ان يلعب بثلاثة في نصف ملعب دي برضو هتلقى لحاجات هو شايفها. او ممكن يلعب بنفس التشكيل ويغير مثلا يقول لك غير رأس حربة. والعب مثلا ممكن يقول لك يلعب بثلاثة ولعب غير رأس حربة. هلعب بقى جايزة ما هو بي او ممكن مثلا مروان ممكن يبقى ايه. هليو باجي. ممكن. ممكن يبقى عنده كزا تفكير هو هيبقى عنده سيناريو ليه. لانه هيتفرج ويشوف اكتر من مواجهة ليه آآ ساندونز على ملعبه ووسط جميل وبيبقى عامل ايه. في المواجهات الصعبة لزي دي. يبقى تفكيره ايه. ممكن يعمل ايه. كمان عندنا ميزة ان محترف جديد في صفوف الاهلي زي هليو باجي. كل خطوة جديدة او كل نجاح جديدة هيحققه مع الفريق. هيدي له ثقة اكبر. طبعا. هينساجم مع الفريق اكتر. طبعا. يعني اللي قدر يعمله في الوقت اللي شارك فيه. وقت محدود شارك فيه في اللقاء اللي فات. وقدر تكون آآ تدخلاته مع المدافعين في ساندونز حاسمة. باننا سنحصل على ضرب الجزاء في وقت. نحسن فيه لقاء او يطمننا اكتر بهدف تاني. ده هيدي له ثقة اكبر آآ في مشاركاته اللي جاية ان شاء الله. ما انا بقول له هادا يا انا كان انا كان في وجهة نظري مسلا آآ انه كان ممكن ياخد فوصة من المبارات الصوبر. الصوبر المحلي. يعني كان ملازم عنده النوع من الجراءة انه يلعبه. لانه كنت عندك هدف وطموح اكبر في دور ابطال افريقي. يعني الناس من انت ابع عندك يعني تفكير برضو يحترم وجهة نظره. انه المدر الفني وانه مسئول هو اللي اعلم هو عاوز يهب فكر ازاي. بتبقى حاجات قرارات فنية هو صاحب القرار لكن ايه انا ممكن اقول لوجهة نظري وهو يعني هم هو صاحب القرار هو اللي يسأل عن الكلام ده لكن هنا اللي انا انا عاوز اقولك ان اختيار التشكيزي هيبقى يعني هيبقى برضو برضو فايلر هيبقى عليه ضغوط برضو هيبقى فيه حالة قلق برضو يعني تد يعني نتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون حاليف اللعيبة في اليوم ده يبقى اللعيبة في حالته يعني 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 لازه يبقى في حالة من التركيز انا بتتخلي زهنك خالص برا ايه شيء ان دي مباراة بالنسبة لك دي مباراة الطريق للبطولة ما لما اكسبت السانت داونز وما تخططوش لغض بطولة ازاي يعني اه هتحلها ازاي لا ما ينفعش هي مشوار البطولة كله دلوقتي المباراة من اللقطة دي خلاص دي انت بتحط الرجل بقى في الدول قبل نهاي بقى نفكر بقى تفكير تاني انت خلاص يعني دخلت المرحلة دي ان شاء الله يبقى يعني الضغط اللي عليك يعني مش بزيد لانك كده تجوزت في مدرسة بتقول دايما يا سيد محمول ما تنشغلش باي حاجة برا فنيات كرة القدم ولا تنشغل بالحكم ولا عوامل ضغوط ولا جماهيرية فريق سانت داونز على ملعبه كل الناس تقول اللعب المحترف اللي يقدر يفصل نفسه عن كل ده ويفكر في كرة القدم بس في الملعب ويشتغل على الامور الفنية والتكليفات المطلوبة منه بس وما فيش اي عوامل خارجية تؤثر على دي بس 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 محمد بس في الفترة في الفترات اللي فاتت اللي الاهلي يعني تسيط فيها الامور سواء على السعيدة لأفريقيا وعلى السعيد ولاي القوي يعني عاوز اقول لك ايه الادارة نفسية كانت ترفض يعني ايه المساس بالتحكيم يعني ما يحبوش اي حد يحتك بالحكم يعني اللعيب اللي يخرج عن النصب هو ده بيمسل ضغط على الفريق وبيعمل مشاكل ويخرجوا من حالة التركيز انت دورك كلعيب لك تؤدى عليك تؤدى اللي عليك في الملعب المفروض كده فانت المباراية اللي زي دي هتشغل نفسك بانه بكر الجسامة ممكن يبقى ضدك خلاص انت خسرت المباراة انت لازم تجبل الحكم انه هو يبقى معاك باعدائك وادائك وتركيزك والحفاظ يعني تموص على الكرة بتاعتك متسيبهاش فده دي حاجات بتبقى ده شغل من الاعداد النفسي اه والكلام من الجهاز الفن مع اللعيبة انه خلاص بينا على بقية خطوة انح نوصل السيم الفاينال بعد ما نوصل السيم الفاينال بيبقى في نهاية جديد ايه اكبر مميزات سانداونز فنيا من متابعة حضاياك لمبارايته على ملعبه بين جمهيره واللي لو افقدنا الميزة دي او قدرنا نتعامل معها بشكل كويس انهينا بنسبة كبيرا المباراة اللعب السريع والكرات العكسية وخفة الحرك اللي عنده بصراحة يعني ده شيء هم هم مميزين في نهاية الكرة بصراحة وكيارة وبتاع لا ما يعني بتحتاج منه جهد كبير يا سيد محمد تحتاج جهد كبير انك انت تقفل عليه وانك انت تضغط على المعال الكرة مش تسيب ما تدهوش فرصة مش تاكتكس وفنيات بس انه جهد بدني مباعف كمان عشان اجاري الفريق ده وتفوق عليه في الفتنس والحركة في الملحة فالتسعين دي هيبقى فيه كمية جاري مجريهوش بكده لانه فرصة متعبة جدا جدا واكيد حضرتك لحصت كده في كذا مشهد مبارح في المباراة هم القروبة الصغيرة رقم عشر الارجويان هم شفت تحركاته ازاي شفت لعبه ازاي شفت خفته ازاي شفت ازاي بينسلت كده من وسط الدفاع وتلقاه منفرد يعني فالانا عزو رؤيك ايه انك انت محتاج اكيد فايلر واللي معاه عارفين نقطة ضعف سندوس فين انت لما ضغط عليه افقدته الميزة دي خلاص افقدته الميزة دي لو سبته طب معته ودتله المنعب خلاص هيتعبك فانت مضالب انه اللعيبة لا مفيش اللعب مع الكرة مايتسابش يقع المباراة يبقى متحجن فيه لعيدة الاهل محكوم هم اللي بيستحوزوا اكتر تمريرات اكتر اه محكوم وهو بقى عندهم هم كل ما يمر الوقت كل ما هم يتوتروا كل ما يبقى عندك فرصة انك انت تباغت بهدف فده محتاج لا تركيز خاصة في الشوت الاولاني الشوت الاولاني حكاية والشوت التاني حكاية تانية خالص على الفكرة يعني عددت الشوت الاني ان شاء الله بنتيجة سلبية التغييف في الشوت التاني مش مع زكة المباراة انتهت بس كل دقيقة بتمر والنتيجة في صالح الاهلي بتكسبنا عرض في المباراة دي وتدي ثقة اكتر ما عدم ما عدم ما عدم اه انك انت تسرح السرحان هو هدف الهلال جي من ايه بتاع واحد واحد بعد مش بعد كرة كهرباء اه انفراد وده يحب غرابة شديدة انا يعني 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 كل الناس هتفرج على الماتش حتى ما يعني يعني في حالة من لم وبلا يعني يعني بكش تعمل احسن تعمل احسن من كده خلاص انت خلص الماتش فانت يعني لا تستهين بالمنافس لانه هو يبقى عايز يصطادك من اي جزء هيحاول يعمل يضغط عليك اي فرصة متحلو او يضغط عليك او انه يستغل لحظة الفريق فيها مشتت بعد حدث هم متمرسين في الكرات العكسية والوفرات دي كل ده كلامنا بحتاج شغل بحتاج انك تقفل يعني تقفل ما تدوش فرصة ان يعمل ووفر ما تدوش فرصة ان يضربك بكرة من خلف الخطو لا يعني اكيد كله ده متشاف اكيد ده كله لازم اللعيبة النفسية لازم ايه عارف انت واحد بيعيش المباراة بينام يحلم بيا فبعارف ده بيلعب معاه مين المان يعني المان بتاعه بيعملها ازاي يعني كل ده الكلام ده الحاجات دي خلاص ده المفروض دي شغلتك ده 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 يعني بس خارج الامور الفنية واللي حيحددها فيلر وجهازه المعاون وافضل تشكيل او انسب تشكيل موجهة نظر المباراة والالتزام بالتكليفات هاك شايف ان الامور الخاصة بروح القتالية بروح الفنية الحامرة الدوافع امر حسن في المباراة اللي جاية دي محتاجين يكون في اعلى معدلاته عند كل العين ان ما نقدرش يبقى عندنا لاعب واحد في الملعب مش بيقدي بنسبة مية في المياه بس 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 يعني المباراة اللي زي دي ما ينفعش واحد يقعد في الملعب بيتفرج على زميله يعني لا ما ينفعش يعني اذا لما تم فقدان الكرة لازم يعني لا يعني فيلر اكيد يبقى عنده تكتك ازاي تسترد الكرة الاهلي مش عاوز اقارن يعني عاوز نحطه في مقارنة عن يام مانويل الوضع مختلف لما كان لها اللي يفقد الكرة كان يستردها في خلال دية دية ونص دا لو دايتين تبقى مشكلة يعني استرداد الكرة وافتكاكها من المنافس دي برضو من الحاجات اللي محتاجة شغل كبير جدا بتعملك تحول ان المنافس ضغط عليك وانت تختفى بتعمل يعني هاجمة مرتدة بتبقى الوضع مختلف بالنسبة لك فانا عاوز اقول لك انه مباراة مش هينفع فيها قيل انه ال 11 يبقى ايد واحدة يعني لما تفقد الكرة ازاي تتحول بسرعة يعني الجهد العمل المباراة المباراة واهميتها يعني هنعود ان لو قعدنا نحكي فيها يا جماعة المباراة دي في غاية الاهمية في غاية الهمية نفسيا نفسيا انك تسترد بيها شخصتك واعتبارك اعتبارك كبطل ترد على الخامسة الخامسة انها جاءت وحصلت في ظروف مش طبيعية وظروف ما كانش الفريق فيها ممكن ما كانش يومك اي بطل بتعرض يعني لهزة بس من خلال الهزيمة دي جاستن سيرينو اللعيب اللحظة لك وتتكلم عنه زملاء انا حتى في الاعداد بيقوله استاذ محمد صبري اللعب اللي كان بيشير اليه صنع الالعاب او البلايميكر او لعب الوسط المهاجم لو حركته الارشق بينهم بين اللاعبين وهو كمان مهاري بدرجة الجيلة هو الفريق ده بيميزه بيشبهه بالفرق البرازيلية في طريقة الاداء وان كانوا كافراد مش مهاريين اوي زي فرق امريكا الجنوبية لكن طريقة نقل الكرة على الارض ما بيلعبوش كرات عالية او طويلة بيلعب كرة على الارض وعندهم الباص متقن بين اللاعب فبس عندهم طبعا فيه عنصر او اثنين مهاريين نوعا ما منهم طبعا لعب لحضاك اشعر طيلي فاحنا قادرين يتعامل مع ده وعندنا عدد من اللاعبين اللي بيطلق عليهم ان هما كي بلايرز زي ما حضاك قلت لأ وفي حالتهم عندنا اكتر من لعب مهاراته عالية جدا وخبرات في الملعب ولاعبين عندهم صفة القائد في الملعب زي نجومنا وليد سليماني واحمد فتحي وغيرهم ان شاء الله نكون قادرين على الحسم بس تتوفر ده وحضاك قلت لتعامل محتاج يعني فاينر يدي القالي ودينج جراء شوي انه زيد ده ده الجمهور مبسوط منه يا استاذ محمود ده ده من اللاعبين في الدور الهجوم يقالي ممكن يبقى الاستفادة من تزديداته يعني يعني عندنا فيه اتنين عندهم يعني محتاج شغل على التزديدات السلية لما يكون فايق والبالات ده لازم فايق والسلية بدأ يقوم بالدور ده المسم ده والمسم اللي فات بقى مهامه الهجومية زادت ايه ايه هو اللي يفرق البطل عن اي عن اي فريق اخر التفاصيل الصغيرة يا استاذ محمود التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحصل مباراتي ازاي الاستفادة من كرة سابتة الاستفادة من تركيبة هجومية مخادعة عند الجيل السجل من هدف الاستفادة ممكن تحصل لقطة يعني تخدع بيها بنفسك البطل بيبع عنده تركة بتيجي في اللحظات اللي زي دي بيلعب عليها بيخدع بيها المنافس زي حاجة بخبيها ها وفجأة تروح ظاهرة كده معمولة بطريقة معينة ده الشغل البطل عن اي منافس اخر اذا لم يمتلك البطل تفاصيل صغيرة في المواجهات الكبرى تبقى صعب عليهم ان يحسن من الابطال وهنا حقا بتطلب حاجة طبعا من سمات الفرق الابطال انه اللاعبين يبقى عندهم الفاعلية على المرمى في كل فرصة متاحة لاي لعب من العشر لعبين هنا استبعت حرس المرمى من حسابات دي نتكلم عن العشر لعبين وبالنسبة الاكبر لعبي الوسط ولعبي الهجوم حتى الهوفدفيندرز في لعبي الوسط انه الفريق البطل بيبقى محتاجي بقى فيه ايفيشنسي او فاعلية وخطورة على مرمى المنافس عند كل مجموعة الوسط تعمل حاجة تعمل حاجة يعني المنافس ما يقدرش يعملها او ما تبقى مش يعني مش في حساباته يعني لازم يبقى عندك ميزة عندك لعبة عندك يعني ايه برا تصور المنافس اه برا تصور المنافس هو ده البطل ما للبطل هيجي من فين انه مش تخيله خالص المدير الفن ما عندش هجمة هتتبني على انها توفر مساحة تزديد لديانج لازم يكون عندي حلول مش تقليدية وحلول لما غير تقليدية ومبختة ازا ما كانش عندك ده الكلام ده بيحتاج ايه جهد تمرين تكرار تحفيظ وعادة وشغل اه الكلام ده مع دوري قوي ما هو مين اللي بيبولدلك الحاجات دي لك بتعمل الشغل من الدور القوي والدور القوي ومع المباجهات اللي زي دي ازاي انت بتعرف تطور نفسك ازاي انت بتعندك انت كل الميكانيات موجودة فعندك شايفي قدرات اللعبة بتاعتك كويس فازاي تقدر تحفز انك عاوز تعمل حاجة محدش هي يتوقحها منك في المبارات يعني اللعبة بتعملها بتخلص منها هدف خلاص بتيجي في توقيت معين ها بتيجي الفرقة الكبيرة عامل حالة فوران كده في الهجوم بيخلص المبارات فلاطة فاعتقد انه اه يعني ان شاء الله يعني بازل الله تعالى يعني فيلر يفجينا بحاجة زي كده يعني ان شاء الله حتى على مستوى اختيراتوا في التشكيل ان شاء الله يكون موافق فيها الناس كلها عندها ثقة فيه وعندها يعني ان شاء الله يعني ربنا ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله يعني مباراة مهمة جدا مباراة صعبة لكن الاهل يقدروا كده ان هو هختتم الحديث في النقطة دي بانه حضراتك شايف انه الأسبوع متوفر ان شاء الله او ست ايام اه لا متوفر جدا هذا بشايف انه مع وجود الكابتن الخطيب رئيسا للبعثة مع كل الامور اللي اكيد هيركز عليها الكابتن الخطيب في حواراته مع اللاعبين خلال فترة الاستعداد مع الجهاز الفني التوجيهات اللي بعد مناقشات هتتم بينه وبين فيلر والكابتن سيد عبد الحفيز وكل الجهاز المعاون اعتقد انه اكيد هيبقى فيه مساحة لنقل الخبرات دي اللاعبين والدوافع والتركيز على انهم يبقوا كلهم في احصر حالتهم تقم التركيزهم وادأهم البدني كمان في المرأب اكيد هيبقى فيه حرص على ده حيكون نعاوزين نعرف بس فايل الرجل قال له ايه لما بعد دربة الجزاء عاد مسكوا ودنه اه محدش عارف الحوار الجانيلي كانوا يعني بيحكي له رأيه في الكورة بس الحمد لله انها المباراة خرجت بشكل بنسبة ما يعني الجمهور راضي عن النتيجة وفي حسابات الفرق طبعا في المباراة الاقصائية نتيجة جيدة ولكن تحتاج الى استكمالها في المباراة التانية ان شاء الله بص شفت الجمهور عامل ايه الكورة من دور الجمهور ما لا ما فيش الروح فيها يعني يعني خطوة كانت مهم جدا وكان نفس الستادي بقى فيه السبعين الف سواء في مباراة الزمانك سواء في مباراة اللالي سواء في اي مباراة نادي الاهلي طلب خلاص يعني عاوز اقول ايه نادي الاهلي سعب استادي القاهرة مدأ الجمهور يستجيب وبقول الجمهور الكل يا جماعة انت رايح تشجع فريتك يعني من الصالح انك تدافع فريتك مش رايح تدر فريتك يعني الناس تقعد بس يعني الشباب يفكروا تعاوز بتحب الاهلي بتحبه ازاي بتحب انك تزيه ولا بتحب انك تدفع عنه تحب انك تدفع عنه وتوقف معه وتسنده وتزند لعبته لكن مسألة انك انت مسألة عشان تروح يبقى فيه مشاكل ويبقى فيه خروج مش في الصالح يعني هنا بتقول الجمهور ساعدوا ايو لازم اقعها طبعا تزود ساعد الجمهور او عدد الجمهور في الاستداد ها طبعا تخطي بازن الله عقب الصنوز هيبقى يا جماعة الامل بيزداد وبيقترب حنحبطولها مهمة جدا ورسالة مهمة جدا لانه البطل مازال موجود ساحة وانه البطل رغم كل الظروف كل الحاجات اللي مرت عليه انه قادر انه يرجع ويمتطي صهوة جواده زي ما بيقول والاقلي فريق مش عاوزين يعني سيب يعني تقيموا التاريخ شوية ها خلاص التاريخ حافظ اللي فيه لابد من ننظر من دلوقات في المستقبل انه الالي محتاج محتاج دعم ومحتاج مساندة ومحتاج شغل محتاج من اللعبة شغل اكتر من كده والإدارة محتاج تطور لا لا هلأ كمان دايما عندك طموح في تعاقدات جديدة لا 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 فريل الاهلي محتاج دايما تجديد ودعم حتى تظل في بتصدل لابد انك انت تتدور وتبحث عن البيضيف لك يعني لا الامل الكبير لكن ان شاء الله الامل ده لا يولد إلا بالإخلاص والجود والعمل والتضحية والتوفيدة بتعرض بنا سبحانه وتعالى بإذن الله ان شاء الله نكون موفقين ونحسم اللقاء هناك على ملعب المنافس في بريتوريا يوم السبت القادم في ثلاثة عصرة مباراة العودة في دور التمانية أمام سانداونز بطل جنوب أفريقيا وان شاء الله نستكمل النجاح اللي بدأناه في المجارة الأولى بالفوز بهدفين نظيفين هاختم الحوار مع حضرتك بسؤال عن رؤيتك لمنتخب مصر للشباب أداء منتخبنا وخروجه في براكلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي في بطولة كأس العرب طبعا هي بطولة يعني أعتقد كد فرصة كابتن ربيع كابتن ربيع يسين من المدربين اللي عاوز أقول لك يعني بيدوروا في بيدوروا على حتة الدهب عشان يلمعوها يعني دايما كابتن ربيع بكل فترة عندما يعطيه اتحاد الكرة الثقة بيقدم وبيضل عجيل والجيل ده يعني لو عدنا نتكلم قبل كده خد معهم كاسهم من الأفريقية وقبلك والمسال وقبلك كده يعني بعد مخاطبت كاسهم رأى لعب كاس عالم وطم استبعاده وجابه مدرب أجنبي ما عملش النتائج لكن فيه جهد بتعمل انت محتاج على مستوى القاعدة مزيد من التطوير يا اسمح كرة القاعدة المصرية أزمتها في ان القاعدة الناشئين فيها تآكل ما فيش المواهب اللي تقدم بالصورة حتى الآن عشان كده أنا من وجهة نظري وقلت بقولك كلام ده لحضرتك محتاجين نهال للعدد المحترفين فصالح الكرة المصرية والأندية قبل المنتخبات محتاج ترجع مسألة اتنين على الآل لكن مسألة بأربعة وخمسة انت ما عندكش العناصر اللي بتقول انه بعد بكرة المنتخب استفيد ما فيش انت بدليل انك انت مع بعدك مشكلة في رأس الحرب عندك مشكلة في الباكرايت عندك مشكلة في الباكليفت عندك مشكلة في الديفندر ولما لقيت واحد اتصاب هذاك عايز ان يبقى فيه تركيز اكبر في تركيز لا في تركيز عنوانا الحقيقية الاجيال الاصغر من المنتخب الاول ان دي مستقبل القراءة حجم الانفاق اللي تتعمل على قطاعات النشرين ده فين النتيجة يعني بص كابتر ربع يسين عامل جود لف للدنيا كلها عشان يطلع على المنتخب ده النهار ده خسل فيه ضربات الجزاء وكان ممكن فريق كان لاعب فريق السنغال اللي مطلط منه لاعبه وتم اهدار ضربة جزاء يعني بغرابة شديدة جدا لكن يعني لكن نقول لك خطوة كويسة جدا انت بتدور وبتدي فرصة لكن مساحة تقعد النشرين محتاجت اكبر من كده عدد المراسين منتخبات لازم نظهر في البطولات الافريقية تحت اي شكل لانه كل ما يبقى عندك منتخبين ثلاثة بروح العقب في افريقيا فيه اجيال بتطلع فيه لعبية بتتشاف قول لي من بعد محمد صلاح ومش عارفه كوكا وانني من المحترفين اللي طلع بره فين مفيش هي تريزيجية يعني حالة واحدة في فترة الخيرة لا تريزيجية لا ده تريزيجية محترف من بدل انا بتكلم طبع احنا متكلم بشكل عام لا اعتبرتوا لما راح تدور الانجليز انه ده كان احترف في الدوري التركي اه طبع اه برضو محترف من فترة اما انا بقول لك لكن انت اللي بتيك تبص على عدد المحترفين عدد المحترفين طبع عدد النشئين في الان دي بتاع الدور المتال هتحدهم على اطراف صابح اللي هما يعني عليهم العين مفيش بتلقاش حتى في المركز انا اقول لحذاك سريعا احنا منتخبنا عشان لو حذاك عايز تقول عنه تعليق اخير بعد الاشارة والاشارة بجهد الكابتن ربيع يسين المدير الفني التأهل كأول مجموعة برصيد سبع نقاط والفوز على منتخبات الجزائر اربعة واحد ثم السعودية تعادل اثنين اثنين ثم فلسطين الفوز اربعة اثنين ثم بعدها فاز على منتخب العراق واحد صفر وتأهل لهذه المباراة وتم اقصاء امام المنتخب السنغالي براكلات الترجيح يعني حذاك بتأكد على اهمية الحفاظ على ودعم المنتخبات الواعدة اللي فيها عناصر مميزة واعطاء مساحة اكبر للاجيال الجديدة اللي هي بتقرب من سن الفيرست تيم على مستوى الاندية والمنتخبات الاجيال اللي هي في سن سبعتاشر وثمانتاشر دي وقودة والمدربين يعني انت عندك دولاتي كابتر ربيع متخصص في الجزئية دي لازم انفع عندك اثنين ترات ربيع ربيع يسين يعني تجيب ناس والناس دي المدربين دول تديهم الامكانيات سبعتاشر سنة لسه زملائنا بيقولونا كمان شهدك تعلق عندنا اصغر محترف مصري في كرة القدم حاليا بلال مظهر بيمثل نادي باناثين عيكوس اليوناني طبعا من الاندية الشهيرة في اليونان وفي اوروبا بشكل عام وعنده سبعتاشر سنة ولسه لم ينضم المنتخب الشباب يعني فيه عناصر كمان ممكن تبقى اضافة لمنتخب الشباب في الفترة الجاية كلام جميل انت محتاج ايه انه سياسة الاتحاد الكورة انك انت تجيب المدربين بتوع الشباب ودول ياخدوا اعلى راتب لانه ده اللي بيبني لك من تحت ده اللي بيقدم لك للأسف احنا لسه مع درشان نظر يمكن تشوف ان الخبرات ودرشان الكبيرة محتاج انك انت تبني قاعدة قاعدة وتشوف وتوسع عندك سبعت منتخب سبعت عشر وعندك منتخب تمنتعشر وتسعة عشر وتشوف كم مسابقة في اتحاد الافريقي بيعملها يبقى عندك فيها منتخبين ثلاثة على الان لانه شوف انت من بعد من بعد يعني كابتن ربيع ياسين اخر الحاجة خدنا معاها كاس امم الجيل قابلي كابتن حسن شهاده هو جيل شوف مين عماد متع شوف من كبس انا خدنا كاس الامم وروحنا كاس عالم في الامارات وعملنا النتائج دولا بيقوا القاعدة اللي كانت ايه العملت الشغل بتاعها بقى الكرة المصريية تصدرت بيهم انضم لهم مين عناصر خبرة بركاته طوبة تريكا عامر زاكي سياسات ادارة امور كرة القدم للفئات الازهر عمرا مراحل للشباب والناشئين اذا لم تكن عدد يعني منتخبات صغيرة بعمل لها شغل ويختار مدربين عندهم كرة بلاش حكاية المجاملات بلاش عشان ده صاحب يوقف معاي بالتخبات تجيبه بلاش عشان ده ملف تاني عايز حلقة الواحدة لا لا عاوز حد تأهيل المدير الفاني ازاي واختيار الكفاءات ازاي عنده فكر ويقولك وتشوف ده موضوع عايزين نشوف ازاي نحط له يعني طريقة عمل او برنامج عمل ونقاط معينة او معايير معينة لاختيار المدربين الاكفاء والانسب لكل فريق وكل مرحلة من غير مجاملات زي ما حضايك قلت او موامات لإهضاء كل الاندية والتوازونات للاسف وقتنا انتهى لكن بنسعد بوجود حضايك معنا دايما على شاشة قناة الاهلي بشكر حضرتك النقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام لأستاذ محمود صبري شكرا جزيلا شكرا جزيلا وشاهدين بشكر حضرتك على المتابعة القادم افضل ان شاء الله وقدرين بإذن الله نجمنا وجمهورنا عنده ثقة بلا حدود في قدرات فريقنا بإذن الله وبعثة النادي لأهلي المتجهة سا 11 ونص ليلا بتوقيت القاهرة اليوم بعد قليل ان شاء الله المتجهة الى جنوب افريقي الى جوهانسبرج ومنها الى بريتوريا لمواجهة سانداونز المهمة في مباراة العودة في دور التمانية في دور الأبطال الأفريقي والتركيز والجدية في هذه البعثة اللي بيتولى رئاستها رئيس مجلس الإدارة الكابتل محمود الخطيب كل التوفيق لنجمنا في مباراة العودة عصر السبت القادم ان شاء الله بشكر حضرتكو على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة